السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا اغلى المتابعين عاملين ايه? وحشتوني جدا جدا. والنهاردة يوم جديد من يوميات بوسي. يومنا النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه طريقة عمل الزتون الاسود. بكل سهولة وكل بساطة. هنشوف هنعمل ايه? اول حاجة يا بنات انا بجيب الزتون وبناء ايه? لو في اوراق من الزتون او في زتون بايز او اي حاجة. انا بناء الزتون كويس جدا. وبعد كده بغسله غسلة كويسة. وبسيبه في المصفى لما ينشف ا او ينزل ميته كده من المصفى. وبعد كده هجيب كيس الملح اللي هو بجنيه اه او ملح الخشن لو عندك ملح خشن بيبقى حلو قوي 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 اه للزاتون بس انا ما عنديش الملح الخشن الرشيدي فانا هجيب الملح العادي خالص اللي هو الكيس العادي ده وهفضي كده حوالي نص كيس على الزاتون ده اتنين كيلو ونص زاتون هو الكيلو باثناشر جنيه اللي اتنين كيلو ونص عاملين تلاتين جنيه فانا هفضلهم حوالي نص كيس من الملح اتنين كيلو ونص هفضلهم حوالي نص كيس من الملح دي ورقة زاتون برضو فناخد بالنا من الحاجات دي تمام كده هفضل عليه الملح خد معي حوالي نص كيس زي ما انتوا شايفين اهو نص كيس بالزات الزاتون ده هسيبه في المصفى كده اربع تيام علشان ينزل كل المرارة اللي فيه هقلب كويس بس عشان اتأكد ان الملح بقى فيه في كل الاتجاه اتغطى بالملح من كل حتة فانا هبقى ايه هسيبه في المصفى دي اربع تيام وهحط حاجة تحت المصفى تلاقي الميا اللي هتنزل منه علشان بينزل الميا كتير فعلشان ما يبهد لكيش الدنيا هتحط حاجة تحت المصفى وهنحط كمان حاجة فوق المصفى من فوق زي تقلي كده علشان نتقل عليه ونتغط عليه علشان الضغطة دي هتنزل معنا الميا اسرع اي حاجة كده تكون ضغطة كويس اي حاجة وهنحط تحتيه زي ما قلتلك اي طبق بلاستيك او اي حاجة تستلقى الميا علشان بينزل الميا كتير وما تبهدلكيش الرخامة او تبهدلك الدنيا وهجيب تقلي بقى كده ازازة ميا كبيرة او برطمان مخلل او حلت ميا تقيلة زي كده وهضغط على الزتون وهسيبه كده مضغوط اربع تيام بعد الاربع تيام هرجع ورهولكم هيكون نزل كل ميته المرة اللي احنا مش عايزينها طبعا وهنرجع نعب الزتون وهنشوف هنعمل ايه بعد الاربع تيام هنشوف الزتون الزتون اهو حتى تحس ان هو الزتون نقص شوية او خص شوية وكشكش كده معانا الزتون كده نزل كل ميته قعد معايا اربع تيام وقادي الميا اللي نزلت منه الميا دي بنرميها على طول الميا دي بتكون مرة ومش مستحبة فهنرمي الميا بتاعت الزتون دي وكده خلاص الزتون معانا تمام هنعب يبقى في البرطمان وهنشوف هنعمل ايه بس اول حاجة هاخد الزتون ده وهشتفه ونزل منه كل الملح اللي فيه ولو فيه ميا مرورة زيادة او حاجة هتنزل معانا واحنا بنشتفه شفتو الزتون اهو كش عشان نزل كل الميا اللي فيه فكشكش كده شوي فهناخده بقى نخسله ونشتفه ونشيل كل الملح الزيادة اللي فيه وهارجعلكم تحت الحنفية كده في المصفة بشتف الزتون هشتفه كويس جدا من اي ملح الزيادة فيه او اي مرورة فيه كده تمام هسيبه في المصفة شوية يتصفه ميته وهارجع تاني هنجيب بقى اي حلة كده او صانية تكون غويتة ونحط فيها الزتون وهنغلي بقى مية على النار او على الكتل تكون مية مغلية علشان نرجع حبات الزتون تنفش تاني وترجع معانا لطبيعتها هحط كده مية مغلية وهسيبها خمس دقايق في المية المغلية هسيب الزتون خمس دقايق في المية المغلية هيرجع تاني ينفش معانا ويرجع تاني لطبيعته خمس دقايق فقط مش اكتر هسيبه كده خمس دقايق في المية وهارجع لكم بص يا بنات بعد ما عدل خمس دقايق الزتون رجع انتفخ تاني ورجع لطبيعته وبقى جاهز كده ان احنا بازن الله نعب بيه في البرتمان على طول شوفوا تنفخ تاني ازاي بعد ما كان مكاشكش ورفيع رجع تاني لطبيعته هنصفي بقى الزتون هناخده كده انصفيه في المصفى وبعد كده نرجع نعب بيه في البرتمان على طول ان شاء الله هنا صفيت الزتون من المية بتاعته السخنة وهسيبه بقى كده وهنحط ايه على الزتون معايا هنا كوباية زيت ومعايا كوباية ملح وكوباية من الخل وحاب تشطى اختيار اللي بيحبوش الشطى ما يحطهاش ومعايا خمس فصوص توم بيقشرهم ونص مج كده نص في انجال صغير آآ لمون عصير لمون دول حوالي خمس لمونات هحط الملح على الخل كده وهحط معاهم هنزل بقى بكل المكونات على بعضها وهحط معاهم اللمون هنا انا مش هحط ميا خالص وهحط كمان التوم وهحط الشطى التوم يكون بيقشر يا جماعة ما تقشرش التوم علشان يعيش معاك وقت طويل في قلب الزتون وما يتهرش في الزتون هيفضل التوم بيقشره سليم زي ما هو الحاجات اللي احنا بنعملها دي المادة الحافظة بتاعت الزتون اللي هو تحفظ الزتون مش هتخليه اجراره اي حاجة ان شاء الله كباية الزيت على كباية الملح على كباية الخل وخمس ست فصوص توم كده بقشرهم وحبة الشطى الناس اللي بتتعب من الشطى وما بتحبش الشطى تستغنعنا تمام كده قالبتهم كويس جدا وهجيب برطمان يكون ناشف هيكونش فيه اي ميا ولا اي حاجة ناشف ونضيف وهعبي بقى الزتون بتاعنا لو حبة تحطي ميا حطي كباية ميا مع كل حاجة انا حطها لكن انا ما بحبش احط ميا للزتون الاسود خالص هقلب شوية انا كده حطيت شوية من الزتون واحط عليهم شوية من المحلول اللي احنا عامنينه الملح والخل واحط شوية علشان القلب بيبقى فيه فصوص توم برضو في القلب وبعد كده هضيف بقى بقيت الزتون وهحط عليهم باقي المحلول اللي احنا عامنينه هعبي بقى الزتون بيكون سهل جدا الزتون ده ما بياخدش وقت 15 يوم بالضبط وهتكلي منه ان شاء الله احلى زتون تمام كده خلاص انا عبيت الزتون هفضي بقى عليه بقيت المحلول بتاعنا هضغط بقى بيدي كويس جدا عشان ينزل الزتون لتحت واخلي الزيت والخل كده يغطي كل الزتون هضغط بيدي كده لتحت عشان اجبس الزتون كويس تمام كده هنا حاصيت انه عايز حبة زيت كمان هجيب له حوالي نص كوباية زيت كمان علشان اغطي الوش بتاعته حطيت له كمان حوالي نص كوباية زيت كده الوش كله اتغطى بالزيت حلو جدا هغطي بقى البرتمان هنجيب له آآ كيس وهنحط الكيس وهنغطي به الغطى بتاعنا علشان ما يدخلوش اي هوا هضغط كده ضغطة بيدي الهون كده عشان انزله لتحت او باي حاجة هننزل الزتون لتحت ويتغطى كله بالزيت وهجيب بقى كيس بلاستيك وهحط عليه وهغطي البرتمان عشان ما يدخلوش اي هوا زي كده هنغطي بالكيس زي ما قلتلكم وهنقفل عليه علشان ما يدخلوش اي هوا الزتون كده تمام هيقعد معنا خمستاشر يوم وبعد كده هنفتح عليه وهناكل منه هيكون حلو جدا بصوا هنعمل ايه هنا دلوقتي نص وصله الخل والملح ونص التاني كله زيت كل تلات يام بالزبط هنقلب البرتمان بالشكل ده وهنسيبه علشان المحلول ينزل لتحت والزيت يبقى طلع في اللي فوق علشان يبقى الملح يواصل لكل الزتون فكل تلات يام هنقلب في البرتمان هنقعد كل تلات يام نقلب البرتمان زي كده وبعد خمستاشر يوم نفتحه وهتاكل منه احلى زتون بازن الله وقادي ده زتون انا كنت عاملاه ما طولش معايا برضو قعد حوالي تناشر يوم او تلاتاشر يوم وفتحت عليه وبقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده حبيت اواريكم ده الزتون اللي عندي القديم والزتون الجديد ان شاء الله عمليه بنفس الطريقة هيعجبك بازن الله وما تنسينيش بقى لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى باللايك وشير واشتراك في القناة والتعليق حلو كده منكم حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته